ومعنا من واشنطن أيضاً أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون دكتور إدمو غريب دكتور إدمو مرحباً بك معنا من الرابح من وراء هذه الصفقة برأيك بشكل أكبر؟ أعتقد أن الطرفين هما رابحان في هذه الصفقة ولكن طبعاً التقييم الأول سيكون بأن ربما إيران هي رابحة أكثر يعني الطرفين سيحصل على الإفراج على سجناء أو معتقلين لدى الطرف الآخر ولكن إيران ستحصل أيضاً على رفع الحجز أو العقوبات على 6 مليارات دولار بعضها في كوريا وبعضها في مناطق أخرى وبالتالي فأن هذه على الأقل ولكن أعتقد أن ما هو أهم هو أن السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن نقول أن ما يجري الآن هو محاولة ربما من ناحية لإرسال إشارة لدى الطرفين للقيام بمحاولة اختبار مدى جدية كل طرف بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه ومؤشرات ربما قد تكون نحو التوصل إلى العودة إلى المفاوضات حول اتفاق حتى ولو مؤقت حول صفقة خمسة زائد واحد أو الاتفاقية هذه نقطة مثيرة سأعود إليك فيها دكتور إيدمو ولكن الجمهوريين الآن ينتقدون خطوة الإدارة الأمريكية يعتبرون أن بايدن يدفع الفدية للإفراج عن هؤلاء الرهائن كيف تبر الإدارة الأمريكية هذه الخطوة التي ربما تخرج عن نطاقا العقوبات فعلا هذه أولا هذه كانت نقطة مهمة وكان متوقعا أن الجمهوريين سيعارضونها وحتى ربما قد نسمع بعض الديمقراطيين معارضة ولكن إجمالا الديمقراطيين سيستغلوها للقول بأن الرئيس بايدن يقدم تنازلات للإيران لأن في نفس الوقت الذي نسمع ذلك كان هناك أيضا ضغوط ليس فقط من أسر الأشخاص المعتقلين في إيران الذين اتهموا بالتجسس من قبل إيران وبالتالي كان هناك أيضا ضغوط من منظمات حقوق إنسان من بعض القوى السياسية بأن الولايات المتحدة يجب أن لا تترك هؤلاء الأشخاص كل هذه المدة في السجن وأن تتحرك للعمل على الإفراج عنهم وبالتالي أنه سيكون ترحيب إجمالا أيضا بالإفراج عن هؤلاء وخاصة أن بعضهم له سنوات في السجون الإيرانية وبالتالي فأنا ما أتوقعه أنه سيكون هناك قسم من الأمريكيين لا يستهام به الذين يرحبوا بما حدث ولكن أيضا سيكون هناك أشخاص ومقاصة من الجمهوريين اليوم أحدى النائبات الجمهوريات في الكونغرس تسألت لماذا نحن ندفع هذه الأموال لإيران كيف يمكن أن نبرر ذلك وإيران هي ليست دولة عدو وهي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسب مرتفع وفي هذا الإطار يعني الإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية لكن بشرط وضع شرط أن تستخدم في الأغراض الإنسانية وربما شراء الأدوية ما الذي سيضمن أن لا تستخدمها إيران في ربما أمور أخرى قد تكون عسكرية ما نسمعه حتى الآن هو أن هناك اتفاق لأن هذه الأموال ستودع في البنك قطري وأن القطريين سيكون لهم دور أيضا في الإشراف عن إنفاق هذه الأموال طبعا لا أعلم مدى الصحة أو عدم صحة هذه المعلومات ولكن هذا على الأقل ما هو مذكور وأن هذه كانت أحدى الوسائل وربما أجلت المفاوضات حلو كيفية تنفيذ هذا القرار لأن الإدارة الأمريكية تريد أن تنفق هذه الأموال لشراء الأدوية والغذاء ولأغراض إنسانية إجمالة إلى أي حد هذه الانفراجة في ملف المعتقلين ولو جزئيا دكتور إيدمون يعني تمهد لخطوات أخرى قد تكون عمق فعلا هذا هو السؤال الذي يذهب في العمق لأن هناك أولا أعتقد بأن الإدارة وكانت قامت باتصالات على الروم في الوقت الذي كانت تتحدث فيه أنه لا يوجد فيه أي اتصال مع إيران قامت باتصال مع الإيرانيين مبادرة للعودة إلى المفاوضات طبعا لم يقال في ذلك الوقت ما هي هذه المواضيع ولكن البعض يعتقد أنها موضوع المعتقلين آخرون يعتقدوا بأن موضوع المعتقلين وموضوع التخصيب الأورانيوم وبالتالي وإمكانية العودة إلى اتفاق غير رسمي أو نوع من التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة وكانت عمان هي الوسيط بين الجانبين وكانت هناك زيارات عمانية لإيران وزيارات أمريكية لعمان وإيرانية وبالتالي فأن هذا كان هو أحد الأهداف ذلك لأن الإدارة الأمريكية الآن في الوقت الذي نشهد فيه نوع من التصايد فيتبعث برسالة ربما هذه الرسالة إلى دول المنطقة بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من المنطقة الرسالة هي رسال ثلاثة ألاف جندي مدمرات لسفن خربية وطائرات F35 إلى الخليج وبالتالي يعني بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الشرق الألسط وكانت هناك مخاوف حول ذلك من بعض دول المنطقة ولكن في نفس الوقت الذي نرى ذلك فهذه ربما قد تكون أيضا جزء من الإشارة بأن الولايات المتحدة جدية وأن في مواقفها وثانيا أن هناك أيضا رغبة في الحوار مع إيران حول الموضوع مجددا لأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى في هذا الوقت أن تدخل في مواجهات في الوقت الذي يشهد العالم فيه الحرب الأوكرانية والمنافسة أو الصراع بين الولايات المتحدة والصين في منطقة محر الصين ومنطقة المحيط الهالي والمحيط الهندي دكتور إدمو هذا يقودني أيضا للسؤال حول مسألة العودة للاتفاق النووي هل ما يجري سيدفع الأمور إن تم الاختبار بشكل صحيح وأن هناك حسن نوايا من كل الأطراف إلى الاتفاق النووي دفعة واحدة أم سنذهب لاتفاقات صغيرة كل ملف على حدوة وبالتالي تفكيك هذه الملفات فعلا هذا سؤال أيضا مهم جدا وأعتقد هذا رأيي الشخصي ولكن لا أعلم فعلا كيف تتسير الأمور ولكنني شخصيا أتوقع أن الناس ربما قد نرى تفاهما كموضوع المعتقلين وهو موضوع التخصيب مثلا الدور الذي تلعبه وكالة طاقة الدرية الدولية أي أننا قد نرى ربما اتفاقات صغيرة ومرحلية من ناحية ولكن أعتقد أنه لا يتزال هناك أيضا صحيح أنه معظم أعضاء الجمهوريين في الكونجلس يعارضوا العودة إلى الاتفاق وهناك بعض الديمقراطيين أيضا ولكن هناك أيضا تيار ديمقراطي لا يزال يعتقد بأن هذه الاتفاقية كانت إنجاز لإدارة أوباما بايدن وأنها هي نوع من الإرث الذي يجب الحفاظ عليه ولكن الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة عرقلت ذلك وكذلك أيضا الطريقة هناك بعض الانتقاد من بعض الديمقراطيين الذين يؤيدوا العودة إلى الاتفاق يقولوا أن إدارة بايدن أخطأت في موضوع مثلا لأنها كانت تقول أنها تريد العودة إلى الاتفاق بعد انسحاب الرئيس ترامب في ذلك الوقت وأن الطريق الأفضل هي كان ليس العودة إلى المفاوضات تدخل في مفاوضات مجددا بل اتخاذ قرار رئاسي أو تنفيذي من قبل إدارة الرئيس بايدن لتجاوز كل ما حدد خلال السنة الماضية كيف سيستثمر كل من الديمقراطيين والجمهوريين هذا الملف في المسرح الانتخابي وباختصار لو سمعت بدون شك أولا الديمقراطيين سيقولوا نحن قد أعدنا نجحنا في تحرير مجموعة من المعتقلين الأريكيين الذين لم تنجح الإدارة السابقة في تحريرهم وأخراجهم من السجون الإيرانية بينما الجمهوريين سيقولوا بأن الإدارة قد تنازلت ومنحت إيران مليارات الدولارات وبالتالي هذه من سيكون له التأثير الأكبر ومن سيكون لديه القدرة على إيصال رسالته إلى الرأي العام شكرا جزيلا لك الدكتور إدمو غريب وستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون كنت معنا من واشنطن شكرا لك